السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة تبنى تكونوا بالخير و على خير أموركم جيدة بإذن الله تبنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال الفيديو دينا غادي يكون واحد الفيديو الوحيد المائي لرمضان اللي هي جد بسيط لكن ما غادي تلاحظوا معي وسهلة في نفس الوقت و متنوعة و خصوصا نحاول ما أمكن أنها تكون واحدة المائي لتحكي يعني صحيين بدون نقل يعني نقل كندروا مرمجة يعني مرة في السمانة ماشي كتر نحكا باش ننوره في المواد الرمضانية دينا تمنى الأفكار لنقوم نقدم لكم أنها تنال إعجاب تلكم والآن غادي نمر مباشرة باش نحضروا الوصفات دينا هنا يا أول حاجة غادي نقوم بتحضرها هي العجينة دينا بطبوط و سنخرج بها يعني بدبوط معمر و خبز عادي هنا عندي واحدة الكمية دينا 400 قرام دينا السميد الفينو و 300 قرام دينا الدقيق الأبياد عندي الخميرة بمعنقة كبيرة عندي معنقة صغيرة دي الملحة و عندي واحد معنقة دينا الزبدة ما يعني كيبقى على حسب نوع الدقيق نخلطوه جميع المكونات اللي لدينا و نبقى نجمعوهم بما حتى نحصل على واحدة العجينة التي تكون متماسكة يعني تكون متلوكة مثيان ولكن متماسكة و سنقوم بتحضرها جارية بثاف إن هذا بطبوط المعمر بطبوط المعمر بطبوط المعمر بطبوط المعمر بطبوط المعمر بطبوط أو اضيفه أو تضيفها قريباا و نgaspner بطبا و لا أضف الأобраз أن كل مجنة بطبوط المفر 14 ونضعها في إناء ونضعها مدة كافية يمكنك تخطيرها 3 دقيقة ونضعها في مكان دافئ ونضعها مدى جيدة ونضعها في مكان دافئ ونضعها تحليل جدا فواكه وعاص البرتقال ونضعها تصنيعها اعطيت عصة البرتقال ونضعها فواكه ومنين تكون مطلعها فواكه ويتجمعها لا أغسط السكر فوهو انا اخذت البسكويت لبودوار سوف نستعمل اي نوع اخر من البسكويت اضططوه شوية في الجودورانج او عسل برتقال ومن بعد اضفته في الكؤوس وضفت عليه الخمج بلون ومن بعد ذلك اضفت القطع للفاوكي انا سوف نستعمل الفراز والكيوي لما اضفت لهمش سكر نهائيا ومن بعد اضفه واحد طبقة ثانية للبسكويت ومن بعد البسكويت سوف نضيفه طبقة ثانية للفاوكي بلون وننتهينا من تحضير هذا ديسير هذا لما نبعد لكم تزينه بأي حاجة بودوار ونزين تغير بل قطع للكيوي كيف قد تزين على حسب كل واحد وكما لاحظتم يعني فيه مكونات جد بسيطة وسهل في تحضير وميأخذ بناج الوقت كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت اخذتها من الى الى اكس برس هكذا يكون هم ثلاثين تعليق خواسون ولكن صراحة ان الكروسون يجب شوية صغار بهم ولهذا قد نضرب بهم بضغوط معمر وصفية كنقوا بهذا العملية كنقرها حتى نكون العجينة دينا وكنن وضعه فوق واحد المنديل حتى تحت خمره وانا قد نضرب نحضر خصوص المقرد يعني هكذا كان نشده ونشكله بالكريات ونصرحه محدد الشاب المنديل ونضحه فوق واحد المنديل ونختمره مرة ثانية ز基زżej نحضر عليه للسوة الشرطة خطر عادية يحتاجون فيها بروكولي و قرع الحمرة نيشو و خينزو و بطنطان و بوارو و بصلة بالنسبة لتوابنا يحتاجون ملحة و الفلفل الأسود و محيطة زبدة يمكنكم تعوضها بزيتون أو زيج العادية في التنجرة نأخذ هذه الزبدة و نشحرها بوارو و نشحرها مزيان حتى يدبع و من بعد نضيف باقي الخطرات نضيف و حيث البطنة نضيف التوابين و من بعد نضيفه بوعد المدة كافية يعني الخضر لا يمنعسك بزيتها 20 تقلق أحتيها ثلاث لقائق و و لك اعلي تريد تجرات دفطة و مبهر يجب عليهم و لك اقتردونهم 10 تقلق حتى 4 ساعة أثرت ثبت لقليق ثم نحضر الحشوة ثم نضيف البصلة ثم نضيف توابل توابل ثم نضيف زيتون مقطع ثم نضيف زيتون مقطع ثم نضيف زيتون مقطع ثم نضيف زيتون مقطع ثم نضيف خمر النار ثم نضيف أيضا فكرة أكثر ثم نضيف الجليد ثم نضيف الضع إذا كنت تباينه خاوي في الوسط ضروري من هذه العمية أن تقربوا فيه في مرحلة سطهة في كل مرة كما تلاحظوا معي أنك كمين برد مكاتب كيشي خاوي في الوسط كما تشوفوا معي هنا في الفيديو وبعد كنأخذوا شوية ديال المايوناس كندفنوا فيها كنأخذوا شوية ديال القطعة ديال الجبن أنا هنالدك الجبن ديال السندويتش هاتي كده الحوشوات اللي حضرتها معاكم ووحد القطعة ديال السلطة يجريكم الضيف وكذلك وقد قطعة ديال الطابات ديال يعني الحوشوات كانين مختلفين يعني كل واحدة ديال الحوشوات اللي بغاء أنا كعطيكم يعني حكا وصابات كننوروا شوية ونعطوكم أفكار بشكل واحد يبدل في هذه الموائد الرمضانية وقد نوصب هذه العملية هاتي حتى نسلوا البطوكوكليان هنا حضرت واحد سلطة ديال بيتخاف معا الخصوشوية ديال الطابة يعني سلطة عادية وهنا يا غات المر باش نطحنا لسوب ديالي لتفطلها واحد لازل قطعة ديال الفرماج دائما الفرماج كعطة واحد الماداق مميز لسوب يعني نسحكم انكم تتعملوا بهذه الطريقة هاتي مميز لسوب او كالذي الحليب او كرم فرماج ولكن نحن 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 قدمت فيها هكا الشوربات ستبعها عشاء بيت مسلوك شوية فواكه مع البطبوط اللي عمرنا وهكا يعني من شيت شريحة شوية دل الطمر يعني هكا حويجات سهلين نتمنى ان هراك الفيديو وهذا يتوني الاعجاب ديالكم وما تساويش الاعجاب ديالكم تشتركوا في القناة وطبع تجهم احبابكم وصحبكم هنا قد نضرب لكم موائح في وصفات الفيديو ويديوهاتي الحليب او كرم باذن الله الى اللقاء شكرا